سؤال بعد كده بيقول ايه؟ جوزي بيرسل لي اموال الصدقة وانا اهلي على قد حالهم فاعطيهم من الفلوس دي بس مش بعرف جوزي علشان شكلي قدامه ومش بعرفهم ان دي صدقة هل ده حرام ان انا اخبي على جوزي؟ اذا كان زوج حضرتك قالك ان الفلوس دي صدقة للمحتاجين ومنبهش عليك ان انت ما تتديش منها لأهلك وان الصدق وان أهلك فعلا محتاجين اه يا جوز ان انت تدي لهم لان هو فوضك في ده واعطائك لأهلك بالعكس ده يمكن يكون اكثر ثوابا يعني انت كده ادخلت نفسك في الثواب وتحقق المراد فاللي انت بتعمليه ده حلال ومش حرام ومين قال يا جماعة ان احنا لما نيجي ندي الصدقة للناس لازم نعرفهم ان ندي صدقة؟ أبدا يبقى اذا انت اذا عطتيهم الفلوس وحصلوا عليها وما عرفتيش زوجك ده جائز هيفضل بقى سؤال بس هم بيحسوا ان الفلوس دي من عندي أنا انت بتصراح بان الفلوس دي من عندك؟ لا ما تقوليش ما تقولي لهمش لا تخبريهم كذبا تقولي لهم الفلوس والله دي من فلوسي أنا الشخصية ما تقوليش كده لان ده وتمش حقيقي ده مش هو ده مش صدق لكن لو أعطتيهم الفلوس واخدوا الفلوس دي وردوا بيها فده جائز وليس فيه اي شيء يبقى ده وتمباح هل يجب ان انا اقول لزوجي ان انا اديت فلوس لأهلي لا ما يجيبش علي الا في حالة واحدة الا اذا كان هو نبه عليك ان انت بتديش الفلوس لأهلك بقى انت محتاج ان انت تتفق معا الاول خلاص ان انت بتديها لأهلك لانهم محتاجين يبقى اذا انت اذا عطتيهم المال ليس هناك حرمة في ذلك لانهم مستحقين لهذا المال وهذه الصدقة وخاصة لو كان من الصدقة وما كانت شيء من الزكاة ترجمة نانسي قنقر